اكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ان الشراكات المثمرة بين البرلمانات العربية والاسيوية تسهم في وضع اهداف ورؤى مشتركة من اجل مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية والسياسية بما يدعم التنمية ويعزز مجالات التقدم والتطور التي تنشدها الدول العربية والاسيوية مشيرة الى ان استمرار اللقاءة الثنائية والاجتماعات التشاورية بين رؤساء وممثلي البرلمانات الاسيوية يفتح جسورا من الروابط والعلاقات التي تدعم العمل البرلماني المشترك جاء ذلك خلال مشاركة الشعب البرلمانية في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الاسيوية في الاتحاد البرلماني الدولي على هامش اجتماعات الجمعية العامة الثامنة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي التي تقام في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري ومثل الشعب البرلمانية في الاجتماع التنسيقي كل من سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الاول لرئيس مجلس الشورى وسعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الاول لرئيس مجلس النواب وسعادة الدكتور بسام اسماعيل البن محمد عضو مجلس الشورى وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى وأشادت الشعب البرلمانية بالتنسيق المستمر والتعاون الوثيق بين البرلمانات الآسيوية هذا وناقش رؤساء وممثل البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية سبولا وأليات تعزيز جهود الجمعية في الوصول إلى استراتيجية أفضل لتنسيق موقف موحد بشأن المسائل الدولية التي تحظى باهتمام الجمعية ترجمة نانسي قنقر